شيء آخر الكتاب بقول ويل لك أيتها الأرض إذا كان ملكك ولدا ورؤسائك يقيمون الولائم يعني الوجبات والصهرات والحفلات حتى صباح في عربدة في سكر في كده فلاحظ ولد يعني المقصود ولد غير ناضج يعني حكام صغار في السن ومش عم بيعته قرارات صائبة وإحنا شفنا أنه مملكة إسرائيل انشقت فأيام الملك رح بعام رح بعام بيكون ابن الملك سليمان أكثر ملك حكيم في كل الأرض ما سمعش لنصيحة ومشورة الشيوخ راح للشباب اللي مثل ولاد يعني ولدات وسمع والنتيجة صار الانقسام اللي منسميها المملكتين المملكة الشمالية إسرائيل المملكة الجنوبية يهودة عشر أصباط راحوا مع ياروب عام اللي كان موجود في مصر ورجعوا حكم على العشر أصباط ليه؟ لأن الحاكم كان ولدات ولد يعني عشر ولد نقول ولد يعني مش ناضج بكلامه تصرفاته حركاته كل هاي الأمور بدل على حركات صبيانية مش رجل عنده القدعنة عنده القرارات الصائبة والقرارات الصحية ومن ناحية أخرى الحكام اللي مش هاممهم إلا بس القصر شو بيكلف والخدم والحشم والولائم الفاخرة والهدايا الدهب والألماص واوة كل الأمور الناس بتيجي بتحضر بقولوا واو بوركت أيها الملك لكن من جوه بقولوا واو تخيل أنه هاي الأعداد من الفلوس كميات الفلوس هاي تخيل لو راحت على فقراء شعبنا كان ولا واحد في الشرق الأوسط تعرفوا الشرق الأوسط بلد جميل جدا فيه كل الإمكانيات فيه يعني كل ما يحلو للإنسان أن يعيش فيها شو اللي بيخلي ناس تترك سوريا والعراق وفلسطين وتترك وتترك بلاد من أجمل بلاد العالم الأنظمة للأسف بقولها بمحبة الديانات اللي عم بدل ما تنشر الصلاح والخير والسلام العنف والقتل والاضطهاد أنه أنا في بلدي أنا مش حاسس بأماني يعني أنا بدي أحب بلدي وعن بصلي له وعاوز أخدم بالجيش وأدفع ضرائب وعن بكل شيء بس أنا حاسس أنه أنا جنسية من الدرجة التانية أو التالتة أنه ما قليش أهمية وهذا اللي بيخلي كتير ناس تهرب لبلاد شو اللي بيخلي واحد يعيش في البرد أو في التلج أو أو طب ما بلدي جميلة جدا على كل حال هاي إرادة الله حتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكننا اشتركوا في القناة